أستاذ سمير أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا كما قولي أنا كل السلام أنت طيب وحديدك طيب وبصحة وبسلامي أستاذ سمير بقول لي ستف الله دي بالنسبة دلوقتي أن أنا مريض سكر يا ربنا يجي معلك بين تمام الأجر والعافية يا رب باستمرار باستمرار ما بلحقش نفسي وبينزل بعد جزء من البول يعني طيب أنا بس عايزك عايزك عشان بس وقتنا وقت بس التلفزيون واسمعني من التلفون أيها معك أنا معك طيب فبينزل بينزل مني بعض نقاط البول فبمسحة بمية هل يجوز ولا لا يجوز طيب أنا أجاوب على حضرتك أولا إحنا عندنا في النجاسة إذا حصلت أن في نجاسة إحنا شفنا أن في نجاسة حصلت إحنا بنغسل موطن النجاسة بس خلاص كده فإحنا هنغسل الموطن اللي جاي عليه بول بس أنا حتى أقول لك حاجة حاجة سمير مع كبر السن ومع المفاهيم المغلوطة عن الأمراض المزمنة زي مرض السكر كده بيبقى عندنا حاجة كده أقرب إلى الوسواس وسواس كده حسي بيحس الإنسان أنه فعلا نزل منه قطرات بول وهو ما بيقاش نزل منه قطرات بول فعشان خطري خلي بالك لحسن يكون الوسواس ده موجود أن الواحد يحس أنه نزل منه قطرات بول وهو ما نزلش فإذا كانت المسألة كده فواحدة واحدة كده حاول تفهم أنه مش لازم كل اللي عنده مريض سكر والسكر شديد عليه مش لازم ما يلحقش البول بتاعه ده مش لازم ده مش صحيح وبيحصل لدى الناس تأثير نفساني كده يحس أنه هو نزل منه بول وهو ما حصلش ده يبقى الحل هو إيه لقينا حاجة غسلنا موضعه ما لقيناش حاجة ما نقولش أنه كان فيه وجفت عشان ما ندخلش في الوسواس لأن إحنا لو دخلنا في الوسواس الوسواس عندنا أسوأ مليون مرة من أن يحصل ده عندنا فعشان كده إحنا محتاجين أن نبتعد عن أي سبب من أسباب الوسواس